أشهدت السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وبدورها في أزمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة لعودة الاستقرار إلى المنطقة وخلال اللقائها مع محافظة شمال سيناء خالد مجاور أكدت السفيرة الأمريكية والجهود المصرية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطع غزة واستقبال هذه المساعدات وتقزينها عن طريق الهلال الأحمر المصري بالعريش وقامت السفيرة الأمريكية والوابد المرافق لها بالزيرة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش وتفقدوا شاحنات المساعدات في المنطقة اللوجستية في مدينة رفح والميناء البرية شكرا 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 شكرا